ناقش مدير عام مديرية موديا بمحافظة أبيان عبد الناصر العزي مع منظمة كير العالمية سبل التعاون المشترك في كيفية تنفيذ مشروع توزيع المعونات الغذائية في المديرية بحضور مندوبي ومشرف المشروع وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من مشاريع إنسانية وإغاثية قدمتها المنظمة في محافظة أبيان وخاصة في مديرية موديا وسبل إعادة تنظيم عملية صرف السلال الغذائية واعتماد نظام جديد عبر بطائق الصرف لكل مستفيد لتسهيل عملية الصرف لدى المستفيدين وترتيب عملية التوزيع بشكل أكثر شفافية وتنظيمية يحقق أهداف المنظمة وأكد الاجتماع على أهمية العمل المشترك مع كافة الجهات المعنية في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية للوصول إلى المستفيدين عبر خطوات إيجابية وصحيحة واستعرض الاجتماع نشاط المنظمة التي استهدفت الآلاف من الأسر منذ سنوات عبر مشاريع متعددة في المديرية للتخفيف من معاناتهم